حاجة غريبة جدا بالنسبة لي واحد باللعابة النادي الزمالك السابقين بيطالب قناة الاهلي انها ما تتكلمش عن نادي الزمالك حد يجيب لي اسم نادي الزمالك ذكر في شيء يعني لو قلنا مثلا النادي الاهلي رقم واحد ونادي الزمالك رقم اثنين الامور معينة بتحصل يعني ما بنجيب سيرة الزمالك بنجيب سيرة نواعة واحد من كبار الاندية في مصر يعني او حضرتك بتتفرج على قناة تانية اكيد مش قناة النادي الاهلي انا واحد من الناس اللي اعب بتتفرج قناة الاهلي مساعة عشر الصبح يعني لغاية لما بمشي قناة الاهلي لا تتحدث الا عن النادي الاهلي واخباره واساطيره ورموزه وتاريخهم المشرف لو تكلمت دايما قلت لكم عن اي نادي في اطار العلاقات الطيبة وبالمناسبة حتشوفوا العلاقات الطيبة ما بين النادي الاهلي والاندية الاخرى خلال الفترة القادمة مش الاندية الدوري الممتاز بس اندية الدوري الممتاز واندية الدوري المحترفين حنعمل لهم برنامج مخصوص لهذه الامور والتكليف من ادارة النادي الاهلي عشان الناس تعرف ان الروح الرياضية والتقارب ده حاجة مهمة جدا لان النادي الاهلي حيفضل البيت الكبير لكرة القدم المصرية عمرنا ما بنتكلم او خلال الفترة الاخيرة تحديدا عمرنا ما بنتكلم عن نادي الزمالك وعلى طول مش الفترة الاخيرة بس الا بكل احترام وتقدير طول محترام وتقدير من الجانب الاخر احنا كمان نفس الكلام مش بس نادي الزمالك بالعكس احنا كل الاندية علاقتنا بيها طيبة جدا 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 هي قط اشخاص معينة فاتمنى من دعاة التعصب انهم يتوقفوا عن بث سمومهم يتقوا ربنا في الجماهير يتقوا ربنا في جماهير وقولوا كلمة حق على الرغم من ان انا عارف انها سعبة انا عارف ان هي كلمة صعبة كلمة الحق هي كلمة صعبة ولكن ارجو حضراتكم احنا دخلين على عالم جديد على الجمهورية كل يوم اقول هذا الكلام على الجمهورية الجديدة من فضل حضراتكم عايزين كل واحد يتكلم عن الحاجات اللطيفة البسيطة الخفيفة دي اللي كلنا بنستقبلها بشكل كويس نعملها مفيش مشكلة ولكن مش عايزين تعصوا ارحموا الجماهير ارحموا الجماهير فحاجات يعني الواحد بيشوفها انا اسف على النرفزة ولكن حاجات الواحد بيشوفها مع ضغط الشغل مع حاجة كلها فالواحد بيبقى متنرفز من الكلام الواحد نفسه يعني انا مبسوط جدا بالكلام الجيد اللي جايلي على حلقة انبالح ومبسوط جدا بالكلام الحلو اللي جايلي على حلقة كابتر ربيع سين ومبسوط اكتر واكتر من دايما مبسوط الفترة اللي فاتت لانه مجهود فريق الاعداد اللي بيعمله الحقيقة مجهود كبير جدا جدا علشان نظهر لحضراتكم بشكل اعلامي جيد وجدير باسم النادي الاهلي ولكن للأسف الشديد بتيجي علينا امور واحد يقولك حسام غالي مرة وواحد تاني يقولك كولر ضعيف وواحد تالت يقولك اصله مش عارف مين بيعمل ايه وواحد رابع يقولك كذا فلازم نرد على مثل هذه الامور